اشتركوا في القناة جرى تطوير نوع جديد من الرصد والتحقيق الجنائي لمحاربة موجة الجرائم التقنية وعرف هذا التطور باسم العلم الجنائي المعلوماتي عندما يسمع الناس بالعلم الجنائي فإن أول ما يتبادر إلى أذهانهم هو علم الأمراض وأماكن الجرائم وما يترافق مع ذلك أما نحن فننظر للعلم الجنائي على أنه سبيل العلمي الذي نفحص به الأدلة يعمل المحاققون الرقميون وعناصر الشرطة الإلكترونية على رصد قراصنة ولصوص الإنترنت ومن ثم على استعمال تقنياتهم ضدهم سنرى لاحقاً كيف حاول عدد من المحتلين الروس وعبر شبكة الإنترنت أن يبتز الملايين من خلال موقع قمار مزيف يحوي داخله فيروس زومبي الخطير وكيف أن عدداً من دول العالم تخوض حرباً افتراضية ضد إرهابيين إلكترونيين يهدفون لتعطيل الحواسيب الإلكترونية المخولة حماية الأمن القومي لتلك الدول إضافة للرسالة الإلكترونية الخبيثة التي شلت الحاسبات الإلكترونية عبر العالم كله تاركة الضحايا المصعوقين مع حشرة إلكترونية خبيثة تشمل الجرائم الإلكترونية كماً كبيراً من النشاطات الإجرامية بدءاً من عمليات النصب المصرفية والإتمانية مروراً بالتخريب الإلكتروني وصولاً لاهتمام القراصن بالتجسس الصناعي والإرهاب إلا أن كل جريمة ينفذها مجرمون تقنيون تقابل بخبراء معلوماتية يراقبون شبكة الإنترنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر توجد مئات الملايين من الحاسبات والأجهزة الخادمة الإلكترونية في العالم كله التي يشغلها رجال أعمال وأفراد ويمكن جميعها أن تتواصل من خلال الإنترنت إلا أن حماية تلك الأجهزة والمعلومات الهامة داخلها تقع في دائرة الخطر حيث إن الحدود الدولية والفروقات الزمنية والإجراءات الأمنية لم تعد عائقاً أمام مخترقي الحاسبات الإلكترونية الأذكياء ولا العصابات الإجرامية المنظمة لا يهم المجرم إن كان الحاسوب الذي يهاجمه يعود لك أم لشخص في الصين أو الهند أو الولايات المتحدة أو كندا حيث أن ذلك لا يشكل عائقاً مع وجود الإنترنت بالتالي يمكنني الجلوس واستعمال حاسوب هنا والسيطرة على حاسوب آخر يقع في قطر آخر من العالم إنهم ماهرون في التقنية المعلوماتية وهم يجيدون استعمال الشبكة العنكبوتية ويعرفون كيفية اختراق الإجراءات الأمنية وذلك أمر مخيف نجد في هذا العصر أن فرص المجرمين ترتبط بقوة حواسيبهم الإلكترونية ومهاراتهم في استعمالها إن أهم عامل بالنسبة للمجرمين على الإنترنت هو الهوية المجهولة إذ لا يوجد شخص يعرف أنك محتال وأن عملك غير شرعي وأنك لست زبوناً حقيقياً حتى وبالتالي فإنك صاحب هوية مجهولة وفي بعض الأحيان فإنك لا تكون مجهولة الهوية وحسب خلال جريمتك بل يستحيل تتبعك أيضاً إن فرص نجاح عمليات ملاحقة قانونية عبر الحدود ضئيلة بسبب آلية العمل بين الأجهزة الأمنية والتي تعمل تحت صقف القوانين القومية التي تحدها في أغلب الأحيان السياسة يمكنني إخفاء هوية أو العمل عبر وسيط يمكنني أن أظهر كشخص آخر في مكان آخر بالنسبة للقوى الأمنية وبسبب الطابع العالمي لشبكة الإنترنت فإنه لا توجد قوى أمنية وطنية أو دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية إنها جريمة تكاد تخلو من الخطر بالنسبة للمجرمين كما أن العائد غالباً ما يكون ضخماً عندما يواجه الحاسوب سيلاً كبيراً من طلب المعلومات فإن النظام سينهار يمكن لهجمات منصقة أن تشل شركة معينة وبالتالي أن تسبب خسائر قد تقدر بالآلاف أو حتى الملايين هذا ما حصل لموقع الرهانات البريطاني المعروف باسم الساحة الزرقاء في تشرين الأول من عام 2004 ما ميز تلك القضية هو أنها كانت الأولى من نوعها وكانت سبباً في لفت نظر الشرطة لما اعتبر نوعاً جديداً من الجرائم وبالتالي كان عليهم إيجاد سبل جديدة لكشف المسؤولين خلف تلك الجريمة هجمت الشركة بأسلوب الشبكة الآلية وهي شبكة حواسيب يصنعها مجرمون إلكترونيون من دون أن يعلم أصحابها بها ويستعملون في عمليتهم تلك آداتاً تعرف باسم حصان طروادا يفتح حصان طروادا سبيلاً لاختراق الحاسوب الإلكتروني إنه برنامج بسيط يسمح لواضعه بأن يتحكم في حاسوب آخر عن بعد يستعمل في أغلب الأحيان أسلوب الاختراق الفيروسي بهدف زرع حصان طروادا في حال وجود أعداد كبيرة من الحواسيب التي أدخل فيها حصان طروادا فإن الشخص الذي يتحكم فيها يصبح قادراً على السيطرة على ما يعرف باسم الشبكة الآلية ومن هذه الشبكة يمكن تنفيذ هجمات مكثفة استطاعت مجموعة من المجرمين الإلكترونيين الروس محاصرة خوادم موقع الساحة الزرقاء الإلكترونية مطلقة هجمات الحرمان من الخدمات إن هجمات الحرمان من الخدمات تعد وسيلة يمكن لعدد كبير من الحواسيب الإلكترونية أن ترسل عبرها كماً من المعلومات الإلكترونية إلى حواسيب أخرى تعود لشركة أو لبنية تحتية كقسم شرطة أو جامعة حيث يكون الهدف إرسال كم كبير من المعلومات الإلكترونية إلى تلك الخوادم بشكل يجعلها غير قادرة على تحمل تلك المعلومات وبالتالي ليعطلها عن العمل أغرقت خوادم الساحة الزرقاء الإلكترونية يختبر زبائننا حالة يبدو فيها أن موقعنا يتباطأ في عمله حيث يتحولون إلى مرحلة التوقف التام بعد أن تتباطأ تعبئة صفحات موقعنا إلى حواسيبهم أكثر فأكثر قامت العصابة الروسية التي أطلقت هجماتها من مكان سري بإرسال رسائل ابتزاز إلى مالكي الموقع مقابل إيقاف هجماتها تلقينا رسالة إلكترونية أرسلت إلى قسم خدمة الزبائن طلب منا في تلك الرسالة مبلغ مالي مقابل إيقاف الهجمات ضدنا حاوت الرسالة أيضا تهديدا بزيادة الهجمات مرحبا كنا قد بدأنا بمهاجمة موقعكم منذ بعض الوقت ما زلنا ننتظر تحويل مبلغ 20 ألف دولار إلى حسابنا المصرفي سنوقف هجومنا بشكل فوري متى دفعتم لنا هدد المهاجمون بتكبيد الشركة خسائر كبيرة إذا تمنعوا عن الدفع كان الوضع مرعبا واضطررت أنا وفريق عملي للعمل بشكل مكثف هذه الهجمات المنصقة تعد شكلا جديدا لعمليات الابتزاز العادية التي تمارسها العصابات لم نكن نعرف ما هي الوضع الذي نواجهه لذا اتصلت مباشرة بالوحدة القومية للجرائم التقنية بوكلت القضية لمايك ديتس رئيس وحدة الجرائم التقنية بدت تلك القضية كأنها موجة إجرامية جديدة متجددة كانت هنا مناقشات حول كيفية التعامل مع الفيديا المطلوبة تلا ذلك اتخاذ قرار بعدم الدفع كان القرار مهما بالنسبة لاستمرارية العمل كان الضغط كبيرا بسبب تعرض الشركة للهجمات كان عدم حصول تغير إيجابي يعني ضربة كبيرة للشركة كانت المعركة تحتدم بين الخوادم الإلكترونية في العالم الافتراضي الإلكتروني كانت المواجهة خلال الهجمات تشبه لحد بعيد لعبة الهر والفأر كنا نقوم بتعديلات جديدة ونستعمل أي خدعة يمكننا إيجادها وكانوا يتابعون ما نفعله ويعترضون كل ما نفعله غيرت الشركة وبشكل مستمر القدرة الاستعادية للإنترنت عندها وذلك لصد الهجمات والسماح لزبائنها بالمراهنة كانت الرسائل المطالبة بالمال تصل برسالة إلكترونية عقب كل موجة من الهجمات مرحباً حاولوا أن تفهموا أنكم تخسرون المال كلما قررتم مواجهتنا عليكم دفع مبلغ 30 ألف دولار أمريكي مقابل إيقافنا للهجمات سنستمر في هجماتنا إلى أن تدفعوا المال أو تغلقوا موقعكم نهاركم سعيد كانت شركة الساحة الزرقاء تخسر عشرات الألاف من الجنيهات إضافة لتكبدها تكاليف مالية ضخمة بسبب تدابير الطوارئ كانت العملية تهدد باستنزاف الشركة أمامك مهمتان خلال قيامك بعملية بيزاز حيث يجب عليك أولاً تنصيق أسلوب الهجوم ومن ثم الاهتمام بالجانب الأخضر والمتمثل بطريقة استلامك للمال إلا أن الصعوبة تكمن في عملية تسلمك للمال بطريقة لا تدلهم عليك قررت الشركة التحول للهجوم وعرض المال للمبتزين وذلك لتتبعه عبر شبكات الحاسبات المصرفية تتبعنا المال واعتقلنا عشرة أشخاص في لطفيا ومن هناك انتقل المال إلى مصارف عدة في موسكو ومن ثم تحول للجنوب روسيا وبالتالي تمكننا من متابعة المال كشف اعتقال عدد من أفراد العصابة حقيقة مروعة تمثلت برد قاس من قبل المخططين صباح الخير هنا شركة الصحة الزرقاء مرحباً يبدو أن موقعكم معطط صحيح إنه معطل في الوقت الحالي أريد التكلم مع شخص يريد رؤية الموقع يعمل مجدداً فعا من تريد التكلم؟ صليني بالمدير العام أو أي شخص مسؤول آخر أنا الشخص المسؤول عن تعطيل موقعكم حسناً لحظة واحدة كانت تلك بمثابة صدمة حيث تلقيت الاتصال وأجريت معه حديثاً مطولاً ودعني أقول لك إنها كانت تجربة مخيفة كان حازماً وأخبرته أنه لا يمكننا الدفع لذا أعطانا مهلة زمنية كانت هجمات ذلك الأسبوع الأقصى بالنسبة لشركة الساحة الزرقاء استمرت الهجمات أسبوعاً كاملاً من صباح يوم الاثنين حتى مساء يوم الأحد تحملت الساحة الزرقاء الهجمات إلى أن نفذت الشرطة الروسية والبريطانية عمليات مداهمة حاسمة حددت العناصر الأمنية مصدر الهجمات وألقت القبض على العصابة كانت عملية ناجحة ورسلة قوية للمجتمع الروسي أظهرت أن المملكة المتحدة مكان سيء لهذا النوع من العمليات الإجرامية وأن فاعلها سيطارت في حال تسببه بضرر ضد الشركات البريطانية لذا كنا فرحين بنجاح تلك العملية التي جرت في روسيا وكنا نعرف أنه يجب علينا فعل المزيد بالرغم من نجاح الشرطة بإلقاء القبض على تلك العصابة إلا أن عدداً متزايداً من المجرمين يقوموا باستعمال نظام هجمات الحرمان من الخدمات وذلك لابتزاز الشركات مقابل المال لا تزال الشبكات الآلية موجودة وما زال هناك من يمتلكها لذا كانت الرسالة التي وجهناها للمهاجمين والتي مفادها أننا لا نقبل أن يجري ابتزازنا وأننا لن ندفع المال أما مسألة توقفهم عن المحاولة مجدداً فتلك مسألة أخرى يأتي دور الشرطة الإلكترونية في حالات جرائم الإنترنت كهجمات الساحة الزرقاء عندما يلقى القبض على مشتبه فيه يصادر أيضاً حاسوبه الإلكتروني على الضابط الذي يتولى عملية المصادر أن يدون ملاحظاته هل كان الجهاز يعمل أم كان مغلقاً ومن ثم يوضع عليه ملسق ويجري تحفظ عليه يأخذ حاسب المشتبه فيه إلى مختبر جنائي مختص ليجري الكشف عليه إن القرص الصلب في الحاسب الإلكتروني يعد من دون شك مكاناً مرتبطاً بالجريمة حيث إنه لا يمتلك ملفات حساسة وحسب بل قد نجد فيه تاريخ النشاطات أيضاً كما قد يجد فيه المحقق ملفات قيمة وبالتالي فإن القرص الصلب يعد كغرفة حدثت فيها سرقة أو جريمة قتل يترك المشتبه فيهم في أي موقع جريمة أدلة كثيرة تدل على ما فعلوه ويعمل المحققون الجنائيون على البحث عن تلك الأدلة أول ما يفعله المحققون هو إعداد نسخة مطابقة للقرص الصلبة تسمى عملية نسخ المحتوى يجب على المحققين أن يكونوا حذرين من أفساد الأدلة نضع القرص الصلب داخل جهاز خاص للنسخ إنه جهاز يسمح لك بوضع القرص الصلب في حاسوب آخر من دون حدوث أي تغيير في القرص الصلب يمكن بعد ذلك فحص القرص الصلب المنسوخ من قبل عدد من المحققين في الوقت عينه سواء كان ذلك من جهة الدفاع أو الادعاء مهما حاول مرتكب الجرائم الإلكترونية لتغطية أثار جرائمه فإن المحققين الجنائيين يستطيعون إيجاد سبل لإعادة تتبع جميع خطواته تبقى المعلومات داخل الحاسوب الإلكتروني لمدة طويلة حيث إنك قد تظن أنك محوت المعلومات إلا أنك في الحقيقة لم تمحها كلها ما تفعله هو أنك تقول لفهرس الجهاز حيث يحتفظ بكل شيء إنك لست بحاجة لذلك الملف المعين إلا أن الملف سيبقى ولمدة طويلة على القرص الصلب إلى أن يأتي وقت يحتاج فيه للحيز الذي يشغله بسبب امتلاء القرص يمكن حينئذ للمحققين الجنائيين استعمال تلك المعلومات لتحديد وقت ارتكاب الجريمة وبدقة توجد تواريخ وعلامات زمنية مرتبطة بجميع الملفات الموجودة في أي حاسب إلكتروني إن كنت تمتلك البرامج المطلوبة فعندئذ يمكنك ترتيب الملفات ضمن إطار زمني ومعرفة مقام به شخص معين ومن ثم معرفة مقام به بعد ذلك وما تلى ذلك إلى أن تصل إلى أدلة تظهر ارتكاب جرم ما أو حتى أمور تتعلق بحالة نفسية وذلك أمر مهم بالنسبة لفريق الإدعاء يجب على المحققين الجنائيين أن يحافظوا على تفوقهم على المجرمين من خلال تخمين التقنية المستعملة من قبل المجرم إضافة لنمط تفكيره إلا أن الأمر كان سهلا بالنسبة لستانلي مارك ريفكن كانت واحدة من أضخم عمليات السطو على المصارف حيث ولقي القبض على خبير المعلوماتية ستانلي مارك ريفكن بعد توجيه تهم التلاعب بأنظمة الحواسيب لمصرف سيكيورتي باسيفيك ناشونال جذبت قضية ريكفان انتباها كبيرا بسبب كمية المال المختلصة ولأنه اشترى بتلك الأموال ماسا لقد كان ذا شخصية مميزة جدا الجريمة الكاملة هي أن لا ينتبه أحد إلى أن هناك جريمة قد وقعت وكان ريفكن على وشك تحقيق ذلك أطلق عليه لقب أول مجرم إلكتروني لقد استغل صلاحياته كانت عملية نموذجية لاحتيال داخلية تحدث مثيلاتها طوال الوقت وقد تحدث عدة مرات في السنة الواحدة في سنة 78 لم تكن لدى الشرطة أو المصارف أو حتى الحكومات أي فكرة عن إمكان ارتكاب جرائم بوسطة الحواسيب الإلكترونية لم تكن تلك الجهات جاهزة حين اكتشفت اختفاء عشرة ملايين دولار من مصرف سيكوريتي باسيفيك ناشونال في لوس أنجلس سرق ريفكن عشرة ملايين ومئتي ألف دولار من خلال عملية تحويل عبر الهاتف في خريف ذلك العام لم يحتاج الرجل لأسلحة أو أقنعة أو حتى لسيارة للهروب كان ريفكن متقدما على محيطه حيث إن مديري المصرف لم يعرفوا أنهم تعرضوا للسرقة قبل أن يعلمهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بذلك كانت تلك أكبر السرقة تعرض لها مصرف في تلك الحطبة تعلم ريفكن من خلال عمله كمتقاعد داخل غرفة الحوالات في مصرف سيكوريتي باسيفيك ناشونال إجراءات عمليات تحويل الأموال عبر العالم التي يقوم بها فريق العمل كان يجري تغيير الشفرات الأمنية يومياً تفادياً للوقوع ضحية عملية احتيال إلا أن ريفكن انتبه لموظفي المصرف الذين كانوا يدونون شفرات عمليات التحويل بشكل شبه مستمر بدأ ريفكن عمليته بعدما قام بالإجراءات الضرورية بما في ذلك فتح حساب في مصرف سويسري بداعياً أنه تاجر ألماس في الخمس والعشرين من شهر تشرين الأول أكتوبر من عام ثمانية وسبعين دخل ريفكن إلى غرفة الحوالات وحفظ شفرات عمليات ذلك اليوم ثم تصل في وقت لاحق من ذلك اليوم بقسم الحوالات مستعملاً اسم مايك هانسون وقال إنه يعمل في قسم العلاقات الدولية التابعة للمصرف وقال إنه يعمل في قسم العلاقات الدولية التابعة للمصرف ما هو رقم المكتب؟ مئتان وستة وثمانون حسناً ما هو الرمز؟ أربعة ألاف وسبمائة وتسعة وثلاثون حسناً تفع مبلغ وقدره عشرة ملايين ومئتاء ألف دولار إلى مصرف أيرفينغتراست في نيويورك جرت العملية بسلاسة حيث إن أكثر من ألف وخمسمائة تحويلة تجري يومياً يقارب مجموع قيمتها أربعة مليارات دولار استقل ريفكن الطائرة بهدوء وتوجه إلى سويسرا لإتمام الجزء الثاني من خطته يعد الماس سرعة لا يمكن تتبعها حيث يمكن بيعها مقابل مال غير مشبوه بسهولة أراد ريفكن شراء كمية من الماس تعادل قيمتها الملايين من الدولارات في السادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر توجه تاجر الماس الذي يستخدمه ريفكن إلى مكتب بيع الألماس الروسي الواقع في جونال أراد الرجل شراء الماس لزبونه وهو يظن أن المال أتى من مصدر صحيح ثم ماضى الرجل في اليوم التالي من اختياره للماس بكمية بلغت في وزنها قرابة التسعة كيلوغرامات كلفت الصفقة ثمانية ملايين ومائة ألف دولار أمريكي نجح ريفكن في تهريب الماس إلى الولايات المتحدة وبدأ عملية بيعه على نحو فوري بعد مرور خمسة أيام من عملية السارقة كان الرجل في بيفرلي هيلز ليتم صفقة بيع 12 ماسة مقابل 12 ألف دولار أمريكي إلا أن ريفكن ارتكب خطأا غبيا فبعد ظنه أنه قام بالجريمة كاملة أخذ يتبجح أمام رجل كان يعمل معه سابقا حول دوره كمفاوض في صفقة بيع الماس قدرت بملايين الدولارات وشذلك الرجل به إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أخذ يتتبع خطوات ريفكن ألقي القبض عليه قبيل منتصف ليل الخامس من 22 نوفمبر ضبط الفيدراليون معه حقيبة حوى 12 ألف دولار أمريكي وأربعين كيسا فيها ماس وفق ريفكن على مساعدة المحققين في عمليات الاحتيال وخبراء أنظمة الحواسيب الإلكترونية وإخبارهم عن سهولة تخطي إجراءات الأمن بهدف صرقة المال على نحو سري وذلك بعدما وجهت إليه تهمة الصرقة التي كانت ستود به إلى السجن أقر الرجل بفعلته في 26 من شهر أذار مارس من عام 79 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات لم تكن عملية الصطو سيئة بالنسبة للمصرف الذي عمل مديروه على تشديد إجراءات أمن الحواسيب الإلكترونية المرتبطة بعمليات الحوالات إضافة لاستعادة مبلغ مليوني دولار من المال المصروق كما بيع الماس وحصد البنك مبلغ 13 مليون دولار وبالتالي فإن عملية السرقة عادت بربح قدره 5 ملايين دولار أمريكي لصالح مصرف Security Pacific National منذ عملية ريفكن ازدادت صعوبة عمليات سرقة المصارف بطريقة إلكترونية يمكن للمجرمين الإلكترونيين حصد أموال ضخمة من خلال استعمال برامج خاصة تنسخ المعلومات ومن ثم تفك الشفرات وتتخطى إجراءات الأمن يستعمل قراصنة المعلومات المحترفون سلاحاً مهماً يعرف باسم حافظ الأوامر تعد عملية حفظ الأوامر عملية سهلة يقوم فيها برنامج خفي بتسجيل جميع النقرات على لوحة مفاتيح الحاسب الإلكتروني إن أي مجرم إلكتروني سيستعمل هذه التقنية لأن ذلك يمكنه من رصد اسم المستخدم وكلمة السر ومن ثم الولوج إلى المواقع متحلاً شخصيتك حيث يمكنه الولوج إلى حسابك المصرفي متحلاً شخصيتك بهدف سحب أو تحويل مالك من حسابك يمكن العصابة إنفاق مالك كله متى حصل أفرادها على رقم حسابك المصرفي أو رقم بطاقتك الاعتمانية وبالتالي يقومون بعملية سرقة المصارف من خلال عملائهم حقق رون موريس الذي يعمل عالماً جنائياً في جهاز الاستخبارات السرية الأمريكية في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الاعتماني في التاريخ إن أهم العمليات التي عملت عليها كانت تلك التي ألقينا فيها القبض على رجل يدعى تام في ميامي كان يمتلك عدداً من البطاقات الاعتمانية المزورة وكان يستعملها إضافة للأشخاص الذين كانوا معه أظن أن عدد البطاقات التي ضبطناها قارب 600 بطاقة كان المجرم القادم من هونغ كونغ تام واي كوم واحداً من أشهر مزوري بطاقات الاعتمان في العالم كانت تلك العملية آنذاك واحدةً من أكبر عمليات تزوير البطاقات الاعتمانية قدرت الشرطة أن تام كان مسؤولاً عن عمليات تزوير اعتمانية تصل قيمتها حتى 65 مليون دولار أمريكي وقد بلغت عملياته ذروتها من خلال صنع 5000 بطاقة اعتمانية مزورة في اليوم يرسلها إلى أنحاء العالم كي يستعملها المحتالون إننا نتكلم عن شخص مرة بمراحل تطوير عديدة لعمليات تزوير البطاقات الاعتمانية وذلك في الفترة الممتدة ما بين عام 89 حتى يوم 28 من شهر كنون الأول يناير من عام 93 يوم القبض عليه في مجمع بارل هاربر التجاري ألقي القبض على تام بعدما بدأ مع مجموعة من الصينيين المنتحلين صفة سياح بصرف أموال ضخمة في مجمع تجاري في فلوريدا كان تصرفا عرضيا أنفق خلاله قرابة 650 ألف دولار أمريكي في ثلاثة أيام وهذا ما لفت انتباه المساعدين الحذقين في المتاجر بدأ حرس المتجر مراقبتهم عن كثب وهم لا يعرفون أنهم أمام واحد من أشهر فرق تزوير بطاقات الاعتمان في العالم وجدت الشرطة مئات بطاقات التأمين المزورة مع تام وعصابته بعدما ألقت القبض عليهم كان تام مجرما معروفا بسجل إجرامي حافل وقد تعلمه بسرعة كيفية حصد أموال كثيرة من عمله الإجرامي الجديد ولا ربما كان دافعه الجشع أو الثروة إلا أن الرجل تعلم أسرار الاحتيال بسرعة فعلى سبيل المثال كان الرجل في عام 91 يستعمل بطاقات اعتمانية مستعملة ولكن في منتصف عام 92 أصبح الرجل يمتلك مشغلا خاصا لصنع وتزوير بطاقات الاعتمان كان تام يجني المال في عمليات التزوير من خلال بيع البطاقات لعصابات أخرى ولشراء أغراض ثمينة كالمجوهرات من أماكن مختلفة من العالم ومن ثم يبيع تلك الأغراض في الشرق الأقصى نقل الرجل عملياته إلى أماكن جديدة بعد استغلال السوق المحلي والحصول على نتائج مربحة منه كانت أوروبا في الفترة الممتدة ما بين عامي 91 الهدف الأول وفي الوقت عينه توجه في عملياته إلى كندا حيث كان يمتلك فرعا لعصابته ومن هناك انتقل إلى سوق الولايات المتحدة الكبيرة كان عمل تام الإجرامي يتوسع في العالم كله ومعه عمليات إنفاق مالية ضخمة كانت بطاقاته المزورة الأفضل بين قارناتها حيث إن المعلومات عليها كانت أصلية كان الرجل يحصل على أرقام بطاقات ائتمام لحسابات حقيقية ومعها معلومات سرية من قبل مسؤولين مصرفيين وبائعي تجزئة فاسدين مستعدين لبيع تلك المعلومات القيمة كان نجاح تلك العمليات يعني أن بإمكان تام الذهاب إلى الولايات المتحدة وشراء بضاعة بمئات الألاف من الدولارات ومن ثم بيعها في موطنه إذا لم يتصل صاحب البطاقة الأصلي بالمصرف ويبلغ بأنه لم يكن في تايلاند أو هونج كونج أو نيويورك في ذلك اليوم المحدد فإن المصرفيين سيظنون أن عملية الشراء عادية يتطلب التصريح بالشراء مدة لا تتجاوز العشر ثوان فيما عملية تأكد المصرف من أن الزبون الأصلي قد قام بعملية الشراء تتطلب 45 يوما إن العلم الجنائي مهم جدا وبالأخص حين تحاول تفكيك أو كشف الطابع المنظم لهذا النوع من العمل الإجرامي جرى الطلب من جهاز الاستخبارات الأمريكية الحضور والتحقيق بشأن البطاقات التي كانت بحوزة تام عصابته المعتقلين صنعت تلك البطاقات وفقاً للمعايير التي تصنع فيها البطاقات الاعتمالية العادية ولقد كانت بطاقات مزورة على نحو جيد كانت البطاقات شبهة كاملة اضطر رون موريس وفريق عمله لإجراء عدد من الفحوص لعالية التقنية لمعرفة إن كانت تلك البطاقات مزورة أم لا انظروا لأمور معينة في البطاقة كالهولوغرام والطريقة التي طبعت بها البطاقة والنقوش النافرة عليها ومن ثم أفحصوا الشريط المغناطيسي الموجود على ظهر البطاقة يقوم المحاققون بفحص المعلومات الموجودة على الشريط المغناطيسي بوسيطة جهاز مسح خاص ومن ثم يقارنون تلك المعلومات بالنقوش النافرة على البطاقة وذلك في محاولة منهم للإجابة عن أسئلة عدة مثل هل تتطابق أرقام الحساب مع الأسماء؟ هل تحتوي على معلومات أساسية كتاريخ انتهاء الصلاحية وأرقام الأمان؟ يمكن للمحاققين الجنائيين الغوص أكثر في عملهم في محاولة منهم لتحديد العلامات المميزة لكل بطاقة إضافة لكشف نمط كفافة المعلومات المطبوعة على الشريط المغناطيسي يمكن لنمط الكفافة أن يدل المحاققين على نوع البرامج المستعملة لتشفير نوع معين من البطاقات يمكن عندئذ للمحللين أن يفاكك البنية والتركيب الكيميائي لقطعة البلاستيك التي صنعت منها البطاقة إنها طريقة دقيقة لعزل البطاقات ضمن مجموعات التي أتت من مصدر التزوير عينه كانت لدي مجموعة رئيسية من البطاقات هنا في المختبر استعملتها في عملية المقارنة ببطاقات أخرى أرسلتها لنا مختلف الجهات الأمنية أدرك رون موريس وفريقه وإثر إجراء عدد من الفحوص الدقيقة على بطاقات تام أنها كانت مشابهة لألاف البطاقات التي فحصها الفريق في السنة الماضية كانت قضية تام مهمة بالنسبة إلي لأنني أستطيع عرض بطاقات مزورة من العالم كله ومن ثم إثبات أنها جميعها أتت من مشغل التزوير عينه كان ذلك أهم جزء في العملية كلها لأنني أدركت دوري في القضاء على واحدة من أهم عصابات التزوير في العالم كانت تلك آخر بطاقة لعبها تام التي أودت به إلى السجن كان تام مثالا على المجرم الذي يستغل التقنية الرقمية الحديثة بهدف الحصول على أموال ضخمة بشكل غير شرعي حاول عدد كبير من السارقين الإلكترونيين تقليد أسلوب عمله إلا أن المصارف أصبحت أكثر تنبها في يومنا هذا نجد أن المصارف لديها برامج إلكترونية تعمل على تفقد العمليات المصرفية بحثا عن أي عملية مشبوهة لذا فإن عدد الحالات قد انخفض بشكل كبير لا تزال هناك عمليات احتيال كثيرة إلا أنها لم تعد بذلك المستوى الخطير إلا أن ذلك لم يمنع مجموعات إجرامية عبر العالم كله من استعمال الإنترنت لأعمال غير قانونية المخترق أو قرصان المعلومات هو الذي يحاول السيطرة بشكل غير قانوني أو مسموح به على نظام تشغيل أو ملفات محفوظة في حواسيب أناس آخرين أو في خوادم الشركات يمكن لقرصان المعلومات أن يكون عضوا في منظمة إجرامية ويوضن عن القيام بعمليات ابتزاز في الشارع التي يجبر فيها الناس على دفع المال مقابل إبقاء أعمالهم سارية يمكن لمجموعة منظمة من قراصنة المعلوماتية القيام بعملياتهم على الإنترنت وبالتالي يجبرونك على دفع المال أو سيقومون بتدمير معداتك كما يمكن لتلك المجموعات أن تعمل على صعيد دول وتكون عادة مدعومة من قبل الحكومة يمكن لجميع قواعد البيانات والملفات المحفوظة في الحواسيب الإلكترونية أن تكون معرضة للتلف أو السرقة مهمة جيم ساتل الذي كان يشغل مركز رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي هي التسلل ضد الشبكات الحكومية المحمية بهدف كشف نقاط الضعف فيها يمكننا اختراق أي حاسوب إلكتروني في الولايات المتحدة أو العالم ومن أي مكان في العالم فلا يهم مكان وجود تلك الشبكات ولا مكان تواجدنا يمكننا الاختراق من دون ترك أي أثر وراءنا حيث إننا نعمل بشكل خفي إن عمليات الاختراق سهلة جداً وتحتاج العملية عادة إلى أقل من أربع ساعات وفي كثير من الحالات لا نحتاج لأكثر من خمس دقائق كان قراصنة المعلومات خلال بداية عصر الحواسيب الإلكترونية لا يهتمون بأكثر من فهم أسلوب عمل أنظمة التشغيل لم تكن هناك نوايا سيئة كان قراصنة المعلومات الأوائل هم من اخترع الحاسوب الخاص حيث رأوا تلك الشرائح الإلكترونية الجديدة المصممة لعمليات المعالجة وتشغيل الآلات وكانوا يعرفون أنهم يستطيعون تصنيع حواسيب خاص بهم كانت تلك هي الفكرة المبدئية كان القراصنة الأوائل مجرد مبرمجين عاديين يبحثون عن أسليب فعالة لتمرير المعلومات عبر الشبكات ومن تلك الفترة بدأت كلمة قرصان المعلوماتية تأخذ طابعا إجراميا أما اليوم فإن القرصنة المعلوماتية تعرف قضائيا على أنها اختراق عن سابق تصميم وأسران لحاسوب إلكتروني بنوايا سيئة كما أن جميع مستعمل الحواسيب معرضون للاختراق بغض النظر عن مستوى الأمن الذي يظنون أنهم يتمتعون به سواء من خلال استعمال برامج الحماية من الفيروسات أو غير ذلك من برامج الأمن أو استعمال كلمات سر صعبة تحول قرصنة المعلوماتية إلى عصابات إجرامية منظمة تقوم بأعمال شائنة وذلك بسبب تطور تقنية المعلومات وسواء تعلق الأمر بالمعدات أم البرامج فإن الإنتاج قد ازداد من ناحية الأمن والحماية وبالتالي ازداد تعقيد وحدة الهجمات وازداد تركيزها على أهدافها وبالتالي أصبحت مقاومتها أمرا صعبا يتمثل أحد الأسلحة التي يمكن للقرصان استعمالها بهدف اختراق حاسوب شخص ما أو شبكة ما ببرنامج اختراق كالفيروس الإلكتروني يمكن للفيروس أن ينسخ نفسه كما يمكن أن يلتصق ببرنامج أو ملف ما يمكن الفيروس الذي يكون عبارة عن برنامج صغير للقرصان من الحصول على ولوج وسيطرة سرية على الحاسوب توجد أنواع كثيرة من الفيروسات وهي قد أو لا تدمر المعلومات حيث إن عددا منهم مصمم لإرسال معلومات هامة للقرصان عندما نتكلم عن الفيروسات فإننا نتكلم عن أناس صنعوا برامج معينة بهدف التسبب بنوع من الأذى سواء كان ذلك متمثلا بسرقة معلومات الاقتصال الموجودة في هاتفك الجوال أو معلومات بطاقتك الاقتمالية إلا أن تلك الأمور قد تنتشر بشكل أسرع وذلك بسبب انتشار الحواسيب الإلكترونية صغيرة الحجم والنقالة يعد فيروس القنبلة واحدا من الأخطر وهو يبدأ عمله في لحظة زمنية معينة بعد إرساله وبالتالي إعطاء الوقت للمخترق كي يمحو ما خلفه وراءه إن فيروس القنبلة هو عبارة عن أبوة إلكترونية مرسلة ذات تأثير وهي ذات نظام تشغيل بسيط حيث يمكنك كتابة برنامج تأمر فيه بالبدء بعملية التشغيل في تاريخ معين أو بعد أن ينقر حرف ما عددا معينا من المرات عندئذ يبدأ برنامج آخر في العمل حيث يفعل حدثا في الحاسوب الإلكتروني الذي قد يكون أي نوع من الأفعال التي تتخيلها قد تكون نتيجة رسالة مزعجة أو محوا للمعلومات تدمج هذه القنبلة في أغلب الأحيان مع الفيروس حيث يشكل الفيروس آلية توصيل القنبلة للحاسوب ووفقا للتصميم والنية وراء ذلك فإن تأثير الفيروس قد يتراوح مبين تأثير مزعج كتعطيل موقع لشخص ما وصولا إلى تأثير تخريبي شامل كتعطيل كامل لشبكة إلكترونية إن هدف كثير من صانع الفيروسات هو نشرها بأكبر شكل ممكن ومعلن يحتاج ذلك لمهارة وظروف مناسبة يرجح الخبراء وجود ما يقارب مئة ألف فيروس على شبكة الإنترنت كما يجري التعرف على عدد يتراوح مبين عشرين وثلاثين فيروس في كل يوم عندما نتكلم عن الفيروسات فإننا نتكلم عن أناس صنعوا برامج معينة بهدف التسبب بنوع من الأذى سواء كان ذلك متمثلا بسرقة معلومات الاتصال الموجودة في هاتفك الجوال أو معلومات بطاقتك الاعتمانية إنها معركة ما بين صانع الفيروسات وما بين بائع برامج الحماية ضد الفيروسات لا أرى نهاية قريبة لتلك المعركة حيث إن آلية المعركة تتغير باستمرار إن أغلب الفيروسات تصنع على سبيل المزاح الثقيل إلا أن الفيروسات الناجحة والفعالة قد تسبب خسائر مالية ضخمة كانت حشارة الحب التي ضربت الإنترنت في الخامس من أيار مايو من عام 2000 عبارة عن برنامج إلكتروني خبيث يطلق على نوعه اسم الدودة وبعكس الفيروس فإن الدودة الإلكترونية لا تحتاج إلى أن تلصق نفسها بملف الدودة الإلكترونية هي برنامج مستقل ناسخ لذاته يعمل في عمق الشبكات الإلكترونية متى وصلت عملية النسخ إلى مستوى معين فإنها تعوق عمل الشبكة ظهرت حشارة الحب في بادئ الأمر في فليبين إلا أن تأثيرها وصل للعالم كله كانت ضحايا يتلقون ما بدى كأنها رسالة حب إلكترونية لكن عند فتح الرسالة يتبين أنها كان هناك الكثير من الضحايا الذين لم يعرفوا ما يجب فعله وكان هناك مستعملون كثر يفتحون رسالة الحب ويساهمون في انتشارها انتشر البرنامج الخبيث بسرعة بما أنه كان مصمما للعمل ضمن الحاسبات الإلكترونية الخاصة تلت ذلك إصابة الخوادم الشركات الضخمة ومن ثم وسائل الإعلام والحكومات وملايين الأفراد وتدمير المعلومات الموجودة في تلك الأنظمة نشر البرنامج نفسه من خلال الولوج إلى قائمة الاتصال في كل حاسوب مصاب ومن ثم إرسال رسالة إلكترونية لجميع العنوين الموجودة هناك كانت الرسالة تحوي نسخة مرفقة من البرنامج اسمها رسالة حب لك جرى الإعلان عن خمسين مليون حالة إصابة مع حلول الثالث عشر من أيار مايو من عام الفين ونتجت عن ذلك أضرار بقيمة ثمانية مليارات دولار أمريكي اضطر البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية ومجلس النواب البريطانية على إغلاق نظم البريد الإلكتروني بهدف التخلص من البرنامج كما اضطرت عدة منظمات لإيقاف شبكاتها الإلكترونية مما أدى لخسارتها أعمالها أو تعليق خدماتها تلقت شركة إنترنت في الفلبين ألاف الاتصالات من مستخدمين أوروبيين اشتكوا من أن رسالة الحب الإلكترونية قد أتت عبر خوادمهم توجهت الشركة مباشرة إلى مكتب التحقيقات الوطني في الفلبين بعد مرور عدة أيام من المراقبة لمحور الاتصال الأول الذي ظهر فيه الفيروس نجح مكتب التحقيقات الوطني بتحديد رقم هاتف استعمل على نحو متكرر ومشبوه كان عنوان خط الهاتف ذلك يعود لشقة في ضحية منيلا كان شابان يدرسان برمجة الحواسيب الإلكترونية يسكنان في الشقة وهما ريوميل رامونيس وأونيل دي جوزمان ألقي القبض على الشابين ووضعها تحت التحقيق إلا أن الشرطة كانت في حرج من أمرهما حيث لم تكن هناك قوانين تدين ما فعل الشابان بالرغم من أن دي جوزمان اعترف بأنه أطلق الفيروس من غير قصد إلا أن الشرطة لم تثبت أنه كان من صمعه لا أعرف لا أعرف لم أكن في المكتب في ذلك اليوم حامت دائرة شبهات حول صديق له يدع مايكل بوين الذي كان اسمه مرتبطا بنوع مشابه من الفيروسات أجرت الشرطة تحقيقا بهدف إثبات النوايا الجرمية وذهبت إلى كلية AMA لعلوم الحاسبات الإلكترونية حيث كان بوين طالبا وكان دي جوزمان قد ترك دراسته هناك في العام الأخير اكتشفت العناصر الأمنية أن دي جوزمان لم يكن ذا علم بأمور الفيروسات الإلكترونية وحسب بل إنه طرح فكرة صنع واحد كمشروع رسالة جامعية لتخرجه أراد صنع فيروس طرواضة يمكنه سرقة كلمات السر والعنوين والملفات رفضت الرسالة الجامعية من قبل إدارة الكلية وهذا ما دفع دي جوزمان لترك الدراسة ربما كان فيروس حشرة الحب انتقامه المنشود إلا أن المؤكد أن الشاب حاز تقدير رفاقه الطلاب إن الشعب الفلبيني فخور به بسبب ما فعله فلا يوجد إنسان غير فلبيني يمكنه القيام بذلك بالرغم من أننا من دول العالم الثالث إلا أننا نستطيع صناعة هذا النوع من الفيروسات أطلق سراح الطلاب الثلاثة بسبب عدم وجود قوانين في ذلك الوقت ضد صنع برامج الفيروسات في الفلبين كما أسقط للدعاء العام جميع التهم إن ذلك يعطي صورة سيئة ويجعل الصغار يظنون أن صنع الفيروسات الإلكترونية أمر رائع وأنه يجعلك مشهورا فيما يجب أن نقول إن صانعي الفيروسات هم أناس سيئون وإنما يفعلونه مدمر للحواسيب الإلكترونية وإن من يتسبب بهذا الكم من الدمار لا تجوز تهنيئته يمكن للفيروسات أن تعرض الأمن القومي للتهديد إن كان صانعوها من المخربين الإلكترونيين ذوي الأفكار السياسية إن جميع الحواسيب المتصلة بالإنترنت معرضة لعمليات السيطرة عن بعد والتخريب والتنصط إن سيل المعلومات الذي تقوم حكومات الغرب من خلاله بالسيطرة على سكك قطاراتنا ومطاراتنا وأنابيبنا للنفط ومصافينا ومصانعنا إضافة لبنيتنا التجارية ونشاطاتنا كلها معرضة للهجمات في أي لحظة يعرف جمسات المخاطر الإرهاب الإلكتروني لا أحتاج لأكثر من عشرة قراصنة معلومات كي أنجح في شل هذا البلد حيث سأستخدم قراصنة موجودين في الولايات المتحدة لأنه من الضروري أن نكون داخل البلد الذي سنهاجمه وتحديدا بنيته التحتية أول ما نبدأ به هو مهجمة البنية التحتية فلا يمكنك التكلم عبر الهاتف ولا الحصول على الكهرباء إن هذه القدرة التدميرية للفيروسات وصانعيها التي تستهدف أنظمة الاتصال المهمة قد دفعت بالحكومات إلى التوجه نحو الهجوم نشرت وكالة الأمن القومي الأمريكي تقريرا قالت فيه إن مئة حكومة على الأقل تعمل على تطوير فيروسات وغيرها من برامج الأسلحة الإلكترونية تماما كما تفعل عدة مجموعات إرهابية كما يظن عدد من الخبراء أن تفوق أمريكا التقني يشكل أهم نقطة ضعف بالنسبة لأعدائها من المعروف أنه لا يمكن مهاجمة الولايات المتحدة بشكل مباشر بسبب قواتنا العسكرية إلا أنه يمكن مهاجمة نقاط ضعفنا ومن الواضح أن الإنترنت إضافة لاعتماد على التقنية بشكل عام يقدم فرصة مهمة لمهاجمتنا على الصعيدين المدني والعسكري وهذا ما يعطي باقي الدول الأفضلية التي يفتقدونها قامت الحكومة الأمريكية باستحداث الوحدة القومية للجرائم التقنية ضمن هيكلية مكتب التحقيقات الفيدرالي بهدف التصدي لهذه التهديدات وتنصيق سيل المعلومات حول أي تهديد إلكتروني ضد الحواسيب الإلكترونية وشبكات الاتصال كما أنشأوا كلية تدريب إلكترونية تساعد موظفين معينين على تطوير المهارات المطلوبة لمواجهة أي تهديد إرهابي إلكتروني فمن خلال استعمال أحدث تقنيات العالم الافتراضي أصبح بإمكانهم التحرك ضمن فضاء افتراضي يمثل خريطة ثلاثية الأبعاد لشبكات الحواسيب الإلكترونية في أمريكا كما يمكنهم تفقد المدن والمباني وحتى حواسيب الأفراد بهدف التعلم أساليب محاربة الإرهاب كانت هناك حادثتان مهمتان سرعتا بتأسيس هذه الوحدة كانت إحداهما مرتبطة بوكالة الفضاء الأمريكية المعروفة باسم ناسا تعد وكالة الفضاء الأمريكية هدفا يجذب هجمات قراصنة المعلومات من العالم كله تتعرض ناسا إلى أكثر من نصف مليون هجمة إلكترونية سنويا إن شبكة الحواسيب الخاصة بالوكالة تحتوي على معلومات هامة حول أبحاث ريادية أجراها علماء عباقرة تمثل ناسا رمز الأفق الذي يزال يتفتح أمام الولايات المتحدة فنحن ننطلق للفضاء الخارجي كما أننا ندعو العامة لأننا في مكان مشوق نريدهم أن يروه ولأن ذلك جزء من مهمتنا أما المشكلة فتتمثل بقراصنة المعلومات الذين يأتون ويبكون ويأخذون أشياء لا يحق لهم أخذها تأخذ الناس التهديدات على محمل الجد أسست الوكالة وحدة أمنية خاصة بها يقوم الخبراء فيها بتقصي الغزاة الإلكترونيين وهي تمتلك صلاحيات تمكنها من القبض على المجرمين والعمل مع حكومات العالم كله انظر لأهداف ناسا وانظر لنقاط ضعفها وعندئذ يمكنك معرفة خطورة الأمر ماذا لدينا هنا؟ لدينا مكوك فضائي فيه رواد فضاء يهمنا أمنهم إن كنا نواجه مشكلة أو نقطة ضعف أو أن شخصا استطاع أن يحل محل النظام الذي وضعناه فإن ذلك يعد خطرا كبيرا تعرض رواد الفضاء للخطر إثر هجمات قراصنة معلومات وذلك خلال رحلة فضائية جرت في عام سبعة وتسعين جرى اختراق أنظمة الحواسيب الخاصة التي تعنى بمراقبة دقات قلوب رواد الفضاء وحالاتهم الصحية كان يوجد نشاط يجري في مركز ناسا ومن هناك استطاع أحد قراصنة المعلومات زيادة التحميل والضغط على أنظمتنا بشكل أثر على الاتصال والمعلومات الطبية المنقولة ما بين مركز ناسا وما بين رواد الفضاء على متن المكوك الفضائي جرت الأحداث حين كان يحاول فيها الرواد الأمريكيون وصل مكوكهم الفضائي بمحطة الفضاء مير تتعرض ناسا للفشل لذا تعزز من إجراءات الحماية بالتأكد من عدم وجود وسيلة اتصال واحدة فقط وفي نهاية الأمر نجحنا بالاتصال بالمكوك الفضائي من خلال وسيلة اتصال بديلة وذلك أظهر ضررا حقيقيا من قبل قراصنة المعلومات تمثل أول الانذارات بإمكان حدوث حرب إلكترونية في شهر شباط فبراير من عام 98 وذلك عندما حاول قراصنة اختراق ملفات سرية موجودة ضمن الشبكة العسكرية التابعة للبنتاجون أطلق المهاجمون عددا من الهجمات المنصقة ضد البنتاجون وعدد آخر من المواقع العسكرية كانت تلك العملية التي أطلق عليها اسم عملية الشروق الشمسي تعد حالة تدريبية تحضيرية لهجمات إلكترونية أشد خطورة قد تحدث لاحقا ما حفز دفاعات الحواسيب الإلكترونية المرتبطة بالشؤون العسكرية كانت عملية الشروق الشمسي خطيرة جدا لدرجة أن أهم خبراء الأمن عندنا وصفوها بأخطر تعد ضد الولايات المتحدة حتى تلك اللحظة جرى الهجوم خلال فترة حرجة ألمت بالخليج العربي عندما قاوم صدام حسين الأمم المتحدة ومفتشها كان هناك خوف من أن العراق قد أطلق هجوما إلكترونيا وصل الخبر إلى رئيس الولايات المتحدة إلا أن قرصان معلومات شابا نجح في كشف ملابسات الغموض الذي لف عملية الشروق الشمسي كان جون فرينيزفيتش يدير موقعا مشهورا في تلك الفترة حيث كان يجتمع قراصنة المعلومات كي يتبجح بأفعالهم تتبع الشاب المجرمين عبر الإنترنت ووجد أن فتايين من كاليفورنيا أطلقا الهجوم نجحت في الحصول على عدد من ملافات الأحداث التي تكلم فيها عدد من القراصنة عن عمليات اختراق لأنظمة منها حواسيب خارقة تعود للجيش الأمريكي وبالتالي أصبح واضحا سبب قلق الجيش من الوضع الذي كان فيه إن منفذ الهجوم كان قرصان معلومات أجنبيا كان قائد العملية شابا إسرائيليا على وشك الالتحاق بجيش بلاده كان الشاب يمرر التعليمات لمراهقين أمريكيين عما يجب فعله وكانت شبكة ناسا الحساسة واحدة من تلك الأهداف ما أقلقنا هو تورط مراهقين يديرهما مواطن أجنبي علما بأنهما لم يكنا يدركان سبب إعطائهما تلك التعليمات كانا يظنان أن الأمر رائع وأنه شخص يشاركهما الخدع التقنية وأنه شخص مثلهما إلا أنهما لم يكنا يعرفان هويته ولا دوافعه لم يعرفا لماذا أراد منهما القيام بأعمال محددة وتعلم مهارات معينة لم نعرف مكان جميع المعلومات التي حصل عليها المواطن الإسرائيلي إن العلم الجنائي المرتبط بالحواسيب الإلكترونية يعد واحدا من أصعب فروع العلم الجنائي كما أن التفوق على العصابات الإلكترونية بالنسبة للمحاققين يشكل تحديا مستمرا تجري مواجهة المجرمين الإلكترونيين يوميا وصدهم عن الانخراط بنشاطات إجرامية إلا أننا لا نسمع عن ذلك يجري تطوير تقنيات متقدمة بشكل مستمر وهذا ما يعني أن الحرب ما بين المحاققين والمجرمين الإلكترونيين ستزداد تعقيدا يجب علينا الإقرار فيما يتعلق بالتهديدات الإلكترونية بأن تقنية المعلومات والاتصالات تؤدي دورا مهما في جميع جوانب حياتنا اليومية وأننا لا نستطيع الفصل بينها أما المشكلة الكبيرة التي شهدناها فتتمثل بعدم وجود قواعد ثابتة وذلك بسبب التغير المستمر في عالم المعلوماتية فلا يمكنك تقديم درس عن أمن الشبكات للناس والقول لهم إن هذا الدرس سيكون مفيدا لكم في السنوات الأربعين المقبلة أنا متفائل جدا فنحن في الطليعة إلا أنه لا يمكننا تخفيف الحراسة يجب علينا أن نصيب في كل مرة فيما يكفي المجرم أن يصيب مرة واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر